السلام عليكم مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ولكن مرحبا بكم في قناة شوبر ديزل اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلموا على عوامل وين ترجح الكفة كفة ياسين بونو لاعتلاء عرش كرة القدم الكرة الذهبية في افريقيا انا نشوفه بالله هو اللي غادي يربدها والله اعلم خاتش على كوب ديمون 200 فنال ارباح اسمانيا ارباح رباح الان بلجيك ارباح كسموها بورتيغال وصال 200 فنال يعني انا نشوفه بالله هو اللي غادي يربدها والله اعلم ونصب الحارسي ياسين بونو نفسه بطل دون منازع في مباراة ناديه اشبيليا ناديه اشبيليا الاسباني الختمية لنيل لقب اليورو اوروباليك ضد روما الايطالي يعني بعد تصديه لركلتين ترجيح ليواصل تألقه سواء مع فريق الاندلس منذ عام 2016 او رفقة المنتخب المغربي الذي بصم معه على خضور مميز في نهايات بطولة كعس العالم قطر 2020 ولم يكن لنادي اشبيليا ان يحقق لقبه السابع على الصعيد اوروباليك لولا تألق الحارس المغربي ومعه مواطني يوسف النصيري ما يرجح كفاتهما معا للتتويد بجائزة الكرة الذهبية هذا العام مع امتياز باسيط لحامي العليان الذي ينفرد غيره باربع عوامل تقربه من التتويد بهذه الجائزة الاغلى في القارة الافريقية لو عد من الناس نشوفوا بليه وغدير بدعوا من عرض واستهلها استهلها يعني ما فيها واضو استهلها قلت كايب الزاب قال لي انت يا كيفا محرسوا منهم شيء يقول لنا ما نصد محرس يا أخويا ما نصد محرس اجيب لكوب ولا لعب مليح ويكونوا عندك رجالة في كتافك يعني تدي اتحرك ويكونوا عندك رجالة دي محرس اتحرك محرس اتحرك خمس ألقاب في موسم واحد 2019 الخامس على البقى الخامس وينه تسأل كوب دافريق وما طاوه هذا شوى طاوها الصايدو ماني باش يكون على بارك نهار ساعة يتفلاق يعني عقل الخرج قالهم جماعة قالوا انتم ماراكم تحضروا في القانة الهدام قالوا انتم ماراكم تحضروا على البالوندور بالوندور قالوا بالناس راهي ديتها وكملت وانتوا أنا هنا يا ليه خرجوا له الأفير دبروا له الأفير باش يوستخوه مع الشعب يعني استداد خرجوا له ويقلبوا الله تحلب تعبو داوي فيتق تلك 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 أي اوه أحد تلوه تحلب دار واها تحلبت منها اتقالك ساعد في الله وطاحوك على الساعد في الله هذي هي كانوا فما كانت جاءة الخطرة نتائج والخطة الحمر مبارحون جيبوكم بديبون والتقلاش وغيب السياسة عليهم وميتحكوا لهم مسحوا يديكم بزيط غيب السياسة ويذرهم نعود نتكلم على بونو حارس بمعنى الكلمة تألق في مونديال ويبات الحارس ياسم بونو مرشح بقوة لفوز بالكرة الذهبية هذا العام ناظر لأدائه المبهر الذي قدمه في نهاية كأس العالم بقطر ولسيما في مباراة إسبانيا عندما تصدى لثلاث ركالات ترجيح ليساهم في التأهل للمنتخب الأسود الأطلس إلى الربع النهائي يعني التصديات تبعوا أمام زملاء كريسيانو سيناولا ما سيناولا هذه هي على ذيك اليوم وينقلوا بالله أزيدهما أول منتخب يعني لم يسجل عليها أي هدف في الدول الأول أول منتخب عربي إفريقي لم يسجل عليها أي هدف في الدول الأول وفات بسبعة نقاط أول منتخب فات بسبعة نقاط في المرتبة الأولى أول منتخب عربي إفريقي يعني فات في المرتبة الأولى باش يكون على باكم هذه صحف فات بسبعة نقاط يعني دارت تعادل 0000 وبعد 0000 يعني ما شوكي بأي دو عرب مركولو بند يعني أول منتخب يعني ما بين الكاردو في الديوزيام تور وكاردو فينال لم يسجل عليه أي هدف أو المتخب عربي إفريقي لم يسجل عليه أي هدف وحقق البونو عدد من الأرقام القياسية بالمونديال لإذخذ ست مباريات من السبعة في هذه البطولة وحافظ على نظافة شيباكي في أربع مباريات متتالية كما توجد بجائزة أفضل لعاب أمام إسبانيا والبرتيغان بعدما سهم في إقصائما معنا والنتيجة لهذا التألق حل بونو ثانيا في المسابقة جائزة أفضل التي نظمها الاتعاد الدولي لكارد قدم الفيفا متخلط بفرق بسيط من نقاط عن الحارس الأرجنتيني مارتينات قبل أن يتوهج مع إشبيريا باللقب أوروبا ليغ للمرة السابعة في تاريخه والثانية على التوالي للبونو باطل أوروبا ليغ وين يودين نادي إشبيريا الإسباني بالفوز بمباراة الختمية للدوري أوروبا ليغ أمام رومار إيطالي للحارس مرمى المغربية سيم بونو الذي أظهر علو كأبه طيلة المباراة بتصدياته النجحة وردوده ورد فعله في إبشال يعني هجمات الفريق المنافس قبل أن يظهر ببراعته في التصدي لركلة ترجيح لينصب نفسه نجم ساطع في إشبيريا وتنهال عليه إشادات من كل صوب وجد واحد ورغل الإسرار المدرب الفريق الأندلوس يدويس يعني على إبقائه على دكة المدلاء في بعض المباريات الدوري الإسباني إلى أن بونو أثبت بما لا يدع المدين للشك أنه باطل من ذهب ومحبوب الجماهير الفريق بدليل طريقة احتفاله بعد نهاية المباراة مالك ركلات الترجيح يصنف الحارس ياسيب بونو حاليا كمالك لركلات ترجيح في إسبانيا بعدما نجح في تصدي العديد منها سواء في المسابقة الليجة أو رفقة المنتخب المغربي خصوصا في بطولة كعس العالم بقطر 2022 ويواجه مهاجمين صعوبات كبيرة في تنفيذ ركلات ترجيح أمام الحارس بونو نظر لاعتماده أسلوب مغايد في أثناء تصديه لها من خلال تميله يمينا ويسار بغرض تشديد وإرباك المسدد وهو ما نجح فيه إلى أبعد حد في المباريات الختمية الدور الأوروبي أمام روما وقبل ذلك فعل شيء نفسه في مباراة المنتخب المغربي ضد نظره الإسباني في مونديال قطر ومواجهة أخرى رجح فيها الكفة الفريقي الأندلسي بفضل تصدياته الناجحة تراجع منافسيه وإن يملك الحارس يسيبون خظوظ وفيرة للتتويج بجائزة أفضل العاب إفريقي لهذا العاب نظر لتألقه وبروزه نجما للمنتخب المغرب وإشبيليا وأيضا لتراجع مستوى منافسيه أو بالأحرى غيابهم عن كأس العالم بقطع باعتبار المسابقة الأبرز التي يعتمد عليها الاتحادات الدولي والإفريقي لكرة القدم في تحديد جوائز الأفضل ومن شأن غياب السينيغالي سايد دوماني والمصري محمد صالح والجزائري رياض محرز عن مونديال أن يقوي حظوظ الحارس المغربي ياسين بولو في التتويج بالكرة الزهبية وربما سيكون منافسه على الجائزة مواطنه يوسف بنصيري وأسرق حكيمي نحن نقول لك دهار أخر بادو زاكيد بادو زاكيد ده واحدة فانك بادو زاكيد ده واحدة وده واحدة بادو زاكيد ده نحن نقول لكم أقول أريد هذه هي من تكسب أين بالمئة يا أخي هذه هي هذه هي الصح مستوى أخي لا تنسوا ما تنسوا في كومنتر وفارتجونا فيديوتي وانا وإن شاء الله دايما معكم بالجديد ترجمة نانسي قنقر